المعرض اسمه معرض الأمل وهو الفكرة الرئيسية بتاعته عن رسم الورد بصفة خاصة وفيه بعض المنحوطات لكن الأساس هو الورد بنتمي إلى حد كبير إلى المدرسة الواقعية والتأثيرية برضو شوية اخترت الورد لأنه هو الورد فيه أحسس كتيرة وبيغير من الحياة كتير ومفروض أن الناس كلها تبقى دايما عندها ورد حتى في كل معظم دول العالم تلاقي دايما عنده ورد في البيت وفي الشارع حوالي عموما الورد بيهدي الأعصاب ألوانه جميلة شكله حلو رحته حلوة هو في المكان نفسه بتحس أنك انت دايما في حالة راحة وطمأنينة الحالة دي بتعبر عن أنك انت قاعد مرتاح نفسيتك كويسة في عالم صناعي كله ضجيج فإحنا محتاجين إلى حد كبير قوي إن إحنا يبقى عندنا شوية بساطة شوية نعمل ريلاكس شوية تبقى حياتنا أفضل شوية من خلال إن إحنا يبقى عندنا ورد نشم الورد نرسمه نقدره نزرعه تبقى في كل الأماكن بتاعاتنا فيه ورد الورد اللي حد كبير ألوانه وشكله يعتبر مدرسة إلهية لنا إن الورد بتبتدي مقفولة بعدين تتفتح شوية شوية وفي خلال المراحل دي كلها هي مراحل تعبر عن الحياة فالحياة من غير ورد بتبقى صعبة شوية بتبقى أنت الواحد نحتاج دايما إن هو يبقى في حالة نفسية متوازنة الحالة النفسية متوازنة مش هتيجي إلا لما يكون الواحد جواه مرتاح الأعمال اللي من نحوطة هي عبارة عن رأس حصان الحصان دون زعلان شوية زعلان من حواليه من أحداث بتدور حواليه وغزبا عنه وهو مقشر قوي ومبين سنانه لإنه هو بيقول يا جماعة عايزين نتغير عايزين يبقى أحسن عايزين يبقى نستخدم قوتنا دي كلها في إنه نغير حياتنا إن حياة تبقى أحسن الشرصة بتاعتنا تبقى على أعداءنا ما تبقاش بيننا وبين بعض إحنا مفروض نغير منهج الحياة بتاعتنا إنه نحنا كل واحد يشوف التاني ممكن يعني يغزله أو إنه هو يعوقه أو يعمله إعاقة عن العمل إحنا عايزين الدنيا تبقى فيه عمل أحسن من كده والحصان بيبقى فيه قوة كبيرة الحصان اختارته لأنه هو حتى ذكر في القرآن الحصان دايما هو قوة فعالة ومخلص وحتى شكله ما شاء الله جميل وبيعبر عن منحوطة قوية جدا يعني غير في كل الحيوانات الأخرى اخترت برضو بعض الطيور على أساس إن هي تبقى حاجة يعني تغير من الجو اللي إحنا فيه بالنسبة للمرض أنا شفت واخد موضوع واحد وبتناوله مرة الورد طبعاً فيه عنده عمل حاجات حلوة أو بسكينة وفيه بالفرشة بلتة الألوان عنده قوية أوي ألوان سخنة واخد في الخلفيات ألوان بردة مهدية شوية الألوان السخنة جميل واخد فيه التكوين عنده في الورد حلوة أوي حتى فيه بعض الورد كبير صغير فوزن اللوحة كويس أوي الخلفيات عنده هادية لأنه عنده كمية الورد كتير ألوانها سخنة فحلوة أوي الخلفية أنا عجباني لأنه أبطل من لوحة حتى لو الورد الألوان بتاعته هادية فمسخن الخلفية شوية عشان يعمل فيكن ترصبها بين الخلفية والموضوع بالنسبة برضك فيه خلفيات هادية جدا خدمة الموضوع يعني فكويس ان انا اول مرة لاقي حد واخد موضوع وبتناوله فانا بقول للعصام التاكونات عندك جميلة جدا ممكن تنفع تصميم لصراميك ممكن لسجاد ممكن لو كبرت شوية تبقى سجاد وبعدين باخد هنا فيه بورترهات بتناولها بلون واحد حلوة اوي واحدة بجات واحدة اسودات على رمضيات كده والتانية وردك درجة بنيات ما فاش يعني الوان كتير حلو طلع عن اطار الورد فدخل دي نقطة فيه نقطة كمان عجبتني انا عصام اكن شاطر في كلية وكل حاجة بس انا لقيته ودخل كمان في النحت في حتة نحت حلوة اوي التكونات التجريدية هي في حصان في عصفورة هنا وفي عصفورة هنا ففي التجريد عنده حلو اوي 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 حتى وموزونة عنده كتلة وفراغ هايل بجد يعني انا حي زميلي واخويا الفنان عصام ومشوفتوش من اربعين سنة وفاجأة الحمدلله او مبسوط جدا ان انا شفت النهاردة وعمل معرض دي الساة النهاردة فانا بقوله الف الف مبروك يا فنان وقعبال المعرض اللي جاي واللي جاي ان شاء الله احيانا الواحد بيبقى عايز يخرج من الضوضاء ومن الزحمة ومن ومن وحاجات كتير اوي والضغوط فبيلجأ يرسم لانتسكيب بتحس بالهدوء بالراحة بتاخد الالوان لازراءات كلها والاخدارات فيها بعيد عن الضغوط بتاعت الحياة خالص فناس كتير اوي بتاخد الموضوع دول انا عن نفسي رسمت كتير اه وبحضر لمعرض جديد بردك واخد نفس الموضوع ممكن نص او اعصام خد الورد كله انا واخد البحر والهدوء بردك نفس الا او معنا صح الواحد لما بيكبر بيبقى عايز الهدوء اكتر ممكن واحنا صغيرين او لسه كنا طربة في الجامعة او بعد ما اتخرجنا الحياة لسه كانت حلوة وما فيش الضغوط فاحنا بندخل في كل اه يعني موضوع كتير اوي كل ما بتكبر نظرتك الحياة بتختلف رؤيتك للفن بتختلف عايز تهدأ اكتر واكتر واكتر الامل كلمة منبثقة او مشتقة من هذا المعرض ومن خلال هذه اللوحات الجميلة التي طرحها الفنان المبدع هذا اولا ثانيا اه واضح انه هو متأسر بالمدرسة الواقعية وهذا شيء جميل في لوحاته عندما نتأمل وننظر الى بعضها نجد ان بعضها اه ذات خلفيات اه بيضاء واضحة تقل من الالوان الساخنة بينما البعض الاخر تكون الالوان الساخنة هي التي توجد في الخلفية هذه نقاط اولية بالنسبة له في اللوحات ايضا هناك اه ما بين التأسيرية والواقعية موجود في هذه اللوحات لمن يتأملها ومن يريد ان يستمتع بهذا المعرض الرائع اه انا بحيي هذا الفنان في ابداعاته في انه نظر نظرة تفاؤلية للحياة قبل ان يشرع في هذه اللوحات هذه نقطة مهم نحن في وقت نحتاج الى هذا الامل اه الفن التشكيلي هو عبارة عن رسالة واضحة هذه الرسالة ينبغي ان تكون خالصة وان تكون مشرقة وان تدل على التفاؤل نحن في عصر يمتلئ بالاحداث والحروب والاوضاع غير طبيعية فمن اللائق ان نجد فنانا يعني يراعي هذه الحالة يراعي ناحية الامل الذي ندعو اليه هذه القوة الناعمة لها تأثيرها بالتأكيد في حياتنا ونشكر لهذا الفنان هذا الاتجاه واعتقد ان جميع الحضور اجمعوا على روعة هذا العمل فنان بيستخدم الوان وبيتعامل معه طبيعة مش هنقول طبيعة صمتة احنا ممكن نقول طبيعة حية من استخدام الظهور في الالوان بتاعه اللي انا شايفه في شغله فنان متمكن في استخدام الفرشة متمكن في التعبير عن الحالة اللي هو موجود فيها يعني كل لوحة لها تعبير معين مع استخدام الفرشة بتكبين اللونين مع بعض يعني بيستخدم الفرشة هو اللي يشوفها الاول يقول لك ده ايه لون وده لون لكن انا بشايفه انه هو حط لونين في فرشة واحدة وبقوة تحكم بتاعته بديه وديه الخبرة بقى الموجودة والتميز اللي هو موجود فيه بيطلع لون جديد الاسلوب ده موجود في بعض الفنانين بس مش اي واحد يتمكن فيه انا لما شفت المستوى بتاعه لقيت انه هو فعلا مش لوحة واحد او اتنين لا لقيت غالبيت اللوحات عنده عنده قوة تحكم في الفرشة عنده قوة تعبير عالية جدا استخدم الوان وجذب الجمهور اللي هو مش متوقع انه هو يلاقي فنان بيتعامل مع الالوان ومع الظهور وجد الجمال والظهور اللي موجودة زارها في الشغل بتاعه انا بقول له برافو عليك